السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة ومقطع جديد على البتلفيلد 5 طبعا لو مش مشتركين بالقناة فيكم تشتركوا الحين أهلا وسهلا فيكم ولا تنسوا اللايك وتساووا شير ودعم القناة أهلا وسهلا اليوم مقطعنا حيتكلم على البتلفيلد الابديت الجديد اللي هو 5.2 اللي هيجي ان شاء الله الشهر القادم بديسمبر هو سيكون بأول ديسمبر ان شاء الله وفيه شغلات حلوة فيه شغلات الكميونيتي ستنبسط فيها وفيه شغلات الكميونيتي ستزعل منها طبعا فيه شغلات هيك وشغلات هيك وهلا سأعطيكم انا كم شغلة على السريع عن الابديت الجديد طبعا هاي المعلومات مبارح كان في عنا تشات مع اي 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 والgame changers الثانيين مغيرين اللعبة عن هذا الابديت وحكينا واخدنا وعطينا على الابديت وشو الشغلات اللي حتيجي وعطيناهم رأينا وان شاء الله يعجبكم المقطع قبل ما قبلش المقطع بحب ذكركم بالجيفاوي اللي مساوي على حسابي على تويتر على لعبة باتلفيلد فايف للاكس بوكس تقدروا تشتركوا عن طريق الاشتراك بالقناة الاشتراك بالتويتر متابعة الحساب يعني يعادة التغريدة واللايك الشروط كلها موجودة في التغريدة تقدروا تشوفوها وتاني شي لو تحبوا تشتركوا تدخلوا معنا بالكلان اللي هو كلان افضل مجتمع في العالم بيست كميونيوتي ان دا وورد تقدروا تروحوا على السيرش وتكتبوا بيست كميونيوتي ان دا وورد بيطلع لكم الكلان سيكون فيه ثلاثة طبعا هذا اول كلان موثق عند اي 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 رسميا اول كلان عربي وتقدروا تدخلوا حاليا مفتوح للجميع اول شي منبلش بالكوميونيتي جيمز طبعا الكوميونيتي جيمز كان اسمها البيرايفيت جيمز اللي هي السيرفرات اللي كانت معروفة اول ما نزلت اللعبة وهنين حاليا غيروا اسمها صار اسمها الكوميونيتي جيمز وان شاء الله هاي هتجي بالأبدات الجديد 5.2 بشهر القادم ديسمبر ثاني شي منتكلم عنه السلاح او القادجت اللي اسمها The Long Mines اللي هي معروفة عندهم باسم بوم بوم هاي طبعا اللي بتجي العصاية ومعها القنبلة هحط لكم مقطع صغير تشوفوا كيف بس حاليا هاي القنبلة حسب ما يقولوا هذا القادجت سينزل بتحديث 5.2 لانه في بعض المشاكل يعني بعده مش او مش شغال مثل ما هنين بالدنيا يشتغل هاي هما شغالين عليه حاليا وان شاء الله سينزل بالتحديث اللي بعد 5.2 على السنة القادمة ان شاء الله هذا مقطع سريع عن من Long Mines اللي حينزل ان شاء الله وهم حاليا كما تلكون شغالين عليه لانه في مرات بدمج وفي مرات ما يدمج كما هاتون كمان في عنا الجادجت الثاني اللي هو الفليغر فوست كمان هذا في عليه طبعا سيخففوا قوة الصاروخ الواحد الراديوس تبعيته يعني اذا ضربت على الطائرة من مكان بعيد لازم تعرف وين تضرب عشان يصير افكتف للطائرة طبعا المسافة القريبة لو الطائرة جاي فوقك وانت ضربت عليها حضل مثل ما هي حاليا وكمان هيصير الابدت الجديد 5.2 انه هيزيدوا مدى الاسلاح مدى الصواريخ يعني ممكن الطائرة تكون ابعد من ما هي حاليا والصواريخ توصلها ونتكلم هلا حاليا على الخريطة اللي جديد اللي هتنزل اللي هي الويك ايلند طبعا هاي الويك ايلند هتنزل باخر الشهر وحيكون المودات اللي هتنزل فيها البركثرو او الاختراق الكونكويست السكواد كونكويست وتيم ديسماتش طبعا هي هتنزل مش بالابدت 5.2 بس انه هتنزل خلال شهر ديسمبر وحتكون باخر الشهر وفيه كمان شي جديد هينزل بالبتلفيلد 5 يلي هو مثل الاسبوتينج اللي نحن نعرفه بالعاب البتلفيلد الاديمة بس هيكون بطريقة مختلفة طبعا هذا السيستم اللي سينزلوا انه انت لو كان عندك عدو بمساحة معينة يلي هي 15 متر بيطلع لك علامة حمراء فوق العدو يعني اذا كان العدو عندك في المنطقة وانت كنت لوحدك او اثنين كانوا معاك بس هن اللي بيقدر يشوفوا هذا الشخص علي العلامة الحمراء وما بيكون هو صار علي علامة حمراء انه كل فريق عندك او كل سكواد تبعك حيشوفه بس الموجودين بهذا المسافة هاي بيشوفوه بيشوفو العلامة الحمراء ولو قرب او هو المسافة كانت خمسة طبعا هتقدروا تشوفو هو كم الدم تبعه و كم او شو هي الكلاس تبعيته هذا مقطع تاني سريع شوفو كيف وقت توصلوا على المساحة المعينة بيطلع لكم العلامة الحمراء فوق الخصم طبعا هاي ما تكون موجودة على المنمام مثل ما تلاحظو هلا و بس لقلك والتيم القريب من هذا الخصم بنفس المساحة و كمان في شي حلو بالتحديث الجديد اللي هو 5.2 اللي حينزل 5.2 سيكون في شي اسمه spotting او you are spotted طبعا هاي لو تطلعوا على الميني ماب هلأ بحط لكم المقطع بتلاو انه عم يكتبوا لكم you are spotted طبعا هاي حتكون من الفلير و اتحدا يرمي فلير انت حيطلع لك على الخريطة و اتكون spotted لو هنن تساوي لك spot حيطلع لك you are spotted و طبعا كيف تقدر تتروح من ال spot اما بترمي قنبلة الدخان او بتضرب على الفلير نفسه عشان يروح ال spot فيكن شوفوا هذا المقطع لاحظوا تحت على الميني ماب كيف تطلع you are spotted و كيف تروح و تفوت على الدخان او ترمي قنبلة الدخان او تطلع على الفلير و على السريع بحب تخبركم انه سيكون فيه تغيير على الاسلحة اللي هي time to kill وقت القتل هالآن التغيير سيكون بسيط ما تحسو فيه هو طبعا للبعد يعني لو الانمي او العدو بعيد عنك بها الوقت سيكون اقل طبعا الاسلحة اللي هتغير اللي هي STG 44 اللي هي MG 42 اللي هي MG 42 بعدين فيه ترنش كاريباين كمان في عليها تغيير وفي عنا ال M1 كاريباين والتومسون هدل لون الاسلحة اللي هيتغير فيها طبعا موجود الغراف هالآ على الشاشة فيكن شوفوا هو اكيد ما فيه شيء كبير يعني به التغيير هذا وما حايفر معاكم غير لما يكون الانمي بعيد عنكم وكمان فيه تغيير على التانك والدبابات والآليات طبعا هلا الهيتس وانت تضرب التانك حيكون فيه تغيير بالزوايا يعني لازم انت تضرب التانك من الزاوية اللي بتعطيها دامج يعني لو ضربتها من الدام او من على جوانب هي حيكون في عليها الدامج الكبير مناطق ثانية للدبابة حيكون الدامج اقل ولو كانت المنطقة طبعا بعيدة ومش من المناطق الحساسة في الدبابة حيكون فيه فيري لو دامج يعني فيري لس دامج للدبابة وطبعا فيه تغييرات كثيرة موجودة بهذا التحديث اللي حيجينا بشهر ديسمبر 5.2 سوف اترك لكم الرابط بالدسكريبشن سوف تفوتوا وشوفوا ما فيه التحديث سيحدث طبعا هي المعلومات الحالية موجودة قليلة بس ان شاء الله قريبا مع الايام ان شاء الله الاسبوع الجاي اولي بعد ونزلكم مقاطع تانية ان شو الاحداث او الاشياء الجديدة ومع التحديث 5.2 سوف نزلكم مقطع كالعادة فيه كل شي جديد بالعربي مشروح مبسط واخر شي بحب اشكر اي اي ودايس على المعلومات والشغلات اللي عم يساوا ليحسنوا بلعبة باتلفيلد طبعا وبحب ذكركم بالجيف او الهدية المساوية انا على حسابي بالتويتر بحط لكم الرابط بالدسكريبشن طبعا جيف اوه على لعبة باتلفيلد 5 للاعبين الاكس بوكس حاليا وطبعا كثير من الهدايا دائما سوف تشاركوا عن طريق اعادة تغريدة وتشتركوا بالقناة وتشتركوا عندي بالتويتر وكمان لو حابين تشتركوا وتدخلوا معنا البلاتون اللي هو افضل مجتمع في العالم باست كوميونيتي ان دا وورد طبعا هذا اول بلاتون عربي موسط من اي 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 وفي كثير لعبين ابطال وما شاء الله عليهم تقدروا تشتركوا الاشتراك حاليا مفتوح للجميع وهيك منكون وصلنا الى نهاية المقطع ولو مش مشاركين بالقناة فيكن تشتركوا اهلا وسهلا فيكن وتفعلوا زر الجرس تساولوا لايك لو عجبكم المقطع ديس لايك لو ما عجبكم وان شاء الله منشوفكم على خير قريبا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة